ارتفاع درجة الحرارة والصيام لم يثني من عزيمة فلاح ولاية ورقلة في جمع محاصيلهم الموسمية كالقمح والشعير ولم يعق تخوفهم من كورونا اجتهادهم على الاسرار في عملية الحصاد يوم ورنه خلال شهر الفضيل وتزامنا مع الجائحة اللي هي فيروس كورونا إلا أن الفلاح دائما على قدم وساق نحن اليوم هذا الفيروس اللي جاء للبلاد هذا خلانا نحفز على قلوبنا وما نرقدوش لها ليلة نهار ولازم علينا على الأمن الغدائي يكون واجد توقعات تعاونية الحبوب لهذه السنة فاقت مائة ألف قنطار بمعدل خمسة وثلاثون قنطار في الهكتار أين تم توفير جميع الإمكانات المادية لإنجاح العملية توفير الآلات الحصاد مقدرة بثلاث حصادات تابعة التعاونية وأكثر من عشر حصادات تابعة للخواص تم كذلك توفير الحمدية الحصاد أكثر من ثلاثين يشارك الفلاحون هذه السنة مع مختلف أطياف المجتمع في مواجهة أزمة جائحة كوفيد-19 وذلك بتحقيق الاكتفاء الداتي ترجمة نانسي قنقر